موسيقى طلعت للدنيا ما تعرفش قب بتتسمى على اسمه استقلت أمها أنا بنتي مين يا ماما شاورت لها على واحد وقالت لها ده أبوكي يا بنتي رحيله رحط له طردها وقال لها معرفكيش رجعت لأمها بتعيط وقالت لها كل اللي حواليا بيقولوا علي بنت حرام أمها عيطت وما لقتش إجابة دي قصة من قصص كتير بتحصل في مجتمعنا بسبب إنقار النسب من الأب وتضطر الأم ترفع قضية لإثبات نسب ولادها بروباجندة كبيرة بتحصل حوالين قضايا النسب في بلدنا النهاردة قررنا نقرب منها وهيكون معنا في فقرتنا الأولى واحدة من البنات الشجعان اللي قرروا يواجهوا المجتمع والطالب حقها وحق بنتها وهي أمل عبد الحميد المعروفة باسم فتاة الده أهلية وفي فقرتنا التانية هنتعرف على وجهات النظر المختلفة حوالين قاعدة الولد للفراش وشروطها اللي بتقف حاجز أمام قضايا إثبات نسب أطفال كتير انتظرونا بعد الفاصل صحيح تحليل دي إن إيه كان سبب رئيسي في حل كتير من القضايا لكن بتقف قدامنا كذا مشكلة الأولى الأم نفسها هل تقدر تطلع وتقولي الحقيقة وإنها خلفت من علاقة غير شرعية وسط مجتمعها هيوصفها بأوصاف صعبة التانية طيب لو الأم شجاعة وطلبت حقها هتجيب منين شهود يشهدوا على العلاقة دي كمان يمكن قضايا زواج السري أو العرفي يكون لها حلول كتير لكن قضايا الاختصاب بنقف قدامها عجزين لإني لها شروط وقواعد بتحكمها وهي قاعدة الولد للفراش ضفتي هي حالة مرة بالمشاكل الثلاثة أمل عبد الحميد بنت الدأهلية اللي قررت إنها تلجأ للقضاء عشان تاخد حقها حقها من شاب اختصبها وسبها وأنقر علاقته بيها وشايلة على إيدها بنوتة صغيرة وكل أملها تطلع لها شهادة ميلاد خلونا اتكلم معاها وعرفكم عليها أهلا بك يا أمل منورانا شكرا معنا كمان في الستوديو الأستاذ السيد بدرة محامي أمل أهلا بك أهلا بك يا فانت هبتدي من أمل أمل أنا طبعا بحييك على شكعتك في إنك طلعتي ووجهتي عشان تجيبي حق بنتك احكينا حكايتك من الأول يا أمل يعني إيه اللي حصل معاك من البداية عشان مشاهدين برضو يعرفوا الحالة بالضبط أنا البداية خلص اللي أنا كنت طالبة في سنة وعام كنت بدرس واتخطبت في الفترة اللي أنا بدرس فيها وكنت هتجوز الولد كان فيه ولد زميلي اللي تقدمي قبل ما تخطب وانا كنت رفضته فلما جيت اتخطبت وكنت خلاص دخلي على جواز كان فاضل على كتب كتابي أصبع واحد الولد خلاني طالعة من الدرسة أخر حسة كنت باخدها علشان كنت هتجوز خلاني طالعة من الدرس وشديني في مكان بعد الدرس شوية وفيدي اللي اضرب فيها وتهجم عليها لما فوقت لقيت نفسي تبهدلت متبهدلة ومتوجعة من كل حاجة فلما جيت روحت البيت ولقيت لقيت الأثار اللي فيها دي موما لما علفت أنت أكيد سكنين في مكان أو كنت تمشي من أماكن يعني مفيش فيها ناس يعني بتساعدها لك الشرع بتاع الدرس ده يعني من طبيعته بالنهار أصلا مفيش ناس وكننا في توقيت شتوي والنص يعني في البلدنا اللي هي الأرياف بينهم من بدري الظروف مساعدة يعني على أنه استفرط بيك يعني هو كنا بالليل بقى والدرس ده يعني الشرع بتاعه يعني مفيش رجلي فيه مشك يعني قوي يعني مفيش ناس كتير فلما حصل كده الولد بعت رسالة الخطيبة سرق تليفوني وبعت رسالة الخطيبة من تليفوني أنا أنا شوف بقى هتتجوز خطيبتك ازاي خطيبتك معديتش تنفع للجواز لما خطيب يعرف كده بلغ ماما أحساس صعب قوي أنا لما عرفت أصلا أنا يعني أنا حاولت اللي أنا انتحر رحت في غيوبة أربعة تيار حاببتي أكيد كان وقت صعب عليك جدا حياتي كلها تدمرت فجأة أنا دخل على جواز وفرحونة وبجاهز لفرحي وحجزت الكوفير والفستان وحجزت كل حاجة ودخل على حياة جديدة وفرحونة بحياتي اللي أنا دخلها كنت بحب خطيبك كنت بحب خطيبك جدا وكنت مبسوطة باللي أنا هتجوز ومبسوطة بالشخص اللي أنا هتجوزه لما حصل لك كده أنا انتحرت والله أنا خدت بالشامل بعد ما روحت البيت وقلت لأهلك عرفت مامتك اللي حصل أنا يعني ما عرفت ما عرفتاش اللي أنا كلمت معاه في اللي حصل بالزبط اللي لما خطيبي هو اللي قالها اللي أنا جالي رسالة أنا جالي صدمة أنا ما كنتش بتكلم أصلا ماما بتقولي انتي فين وتأخرت ليه لما أنا بقى تأخرت بعد ما عادت درس قلت له أنا مش قادرة تكلمه ما كلمتش معاه نص كلمة لما خطيبي بقى الولد ده بعت له الرسالة قال له خطيبتك ما عمتش تعرف تتجوزه بعت لها الرسالة على بعت له الرسالة خطيبي اتصل على ماما قال لها شوفي أمل مالها أنا جالي رسالة بتقول كذا كذا قال لك عارفه لما ماما بقى جات سألتني قلت لها الورد اللي كان بيمشي وراي في كل حتة لأن قبل الوقعة دي على طول بحوالي أسبوعين كان بيمشي وراي في كل حتة يعني كلما رحتها لقى ماشي وماما رحت لولدته ان هي تحذرها ان هو يبعد عني وما يرخمش علايا في كل مكان امشي فيه رحت لها قالت لها بعيد ابنك عن بنتي أمل خلاص هتتجوزه ولو خاطبها عارف طب موقف خطيبك كان ايه أمل خاطب اللي عماما سابق اه اقول الشيء نصير سابق طب اهلك ايه التصرف اللي عملوا معاك بعد كده انا هرفت اللي هرفته يعني ان هم جوزوك تقريبا لحد بعد اللي حصل لي على طول انا كنت في غيبوبة اول ما فقط لقيت نفسي عند عمامي عمامي خدونا عندهم الكاهرة ولما عرفوا اللي حصل لي جاب واحد تاني خالص اه اكبروني اللي انا اتجوزه اه يعني على الاساس ان انت تبقى متزوجة قالوا لي احنا اقول لك حال من الاتنين يعني موتك يا ام تتجوز الشخص اللي احنا هنجيبوه لده بس ما حصلش جواز حقيقي يعني جواز على ورقة بس كتب الكتاب علي انا مشوفتوش اساسا ولا عارف مين اللي كان هيكتب عليك الكتاب ولا عرف اي حاجة أنا مجرد اللي انا مضيت علي ورقة امممام ما عرفش اي حاجة انا وقتا ما كنتش عارف ان انت حامل ما كنتش عارف يعني كان لسه مش عارف اي حاجة غير انه لص هو زا لاختصاب بعد وقت الاختصاب على طول اخدوني عندهم الكاهرة كنت اصلا يعني كنت لهم علي اربعة ايام طب امتى عارفت انك حامل يا عمد بعد ما أمامي خدوني وماما جات جابتني عن طريق اسم السلام أماما كانوش راديوني رجعوني ماما جات خدتني عن طريق الاسم يعني بعد فترة قد إيه من الحدوث لاختصاب عرفت إنك حامل بعد الاختصاب بحوالي شهرين شهرين وكان الراجل اللي هما جاوزوا هولك طلعك لا يا ماما أول ما جابتني الأول وكشفت عليها لما ظهر عليها الحمل خدتني كشفت عليها في مستشفة أجا الدكتور قال لها بنتك حامل وفيه نسبة غشاء بكارة الأول وانا في الكاهرة عند عميمي خدوني كشفوا عليها ولأ الدكتور قال لهم فيه نسبة من الغشاء نسبة بسيطة مقطوعة وممكن بعد فترة تتجاوز فلما حصل كده جابوا واحد تاني وكتب عليك كتاب واحد تاني جاوزتيه غير الأولان اللي جاوزوك لا غير اللي هو اتعد علي لا استني بس يا عمل أنت بتقولي إنه هو كتب مكتبك على واحد بعد الاختصاب على طول ما كنت تشرف إن أنت حامل بالزبط جابوا واحد تاني بعد ما ده طلق اتجاوزه هو ده نفسه عشان ينقذوا الموقف يعني طيب فلما ماما جابتني بقى انتقول اسمه وجيت رجعته وكشفت عليها والدكتور برضو كشف عليها تاني فيه دكتور تاني كشف عليها في مستشفة أجا وتأكدت إنك حامل قال لها أن فيه نسبة غشاء كبيرة ومتك حامل طيب أنا بقى عملنا المحضر بناء عن كده الأول قبل ما نعمل المحضر يعني أنت عملت وأياميها محضر فيه عملنا المحضر بعد لما عرفت بعد الحمل عملنا المحضر وكملتي حملك لغاية ما ولدتي وبدأتي بقى تتحرك طب خلينا نروح لأستاذ سيد أستاذ سيد يعني إحنا عايزين وضع قانوني الأمل خاصة وإن المتهم يعني كمان تجن عليها وقال إن هو على علاقة بيها مش اختصابة لحاجة يعني أنا عايزة أعرف الوضع قانوني للقضية يعني وبداية أن يا جريمة الاختصاب ليست اختصاب أنصى فقط ما ليه اختصاب حقها في الحياة كي تحيي حياة كريمة لما فيها التطاق صارخ على حصان الجسدها والمشرع المصري ارتفع بسقف العقوبات من حدها الأدنى والأقصى في نص المادة من 2067 من قانون العقوبات بتعديل الرقم 11 في سنة 2011 وجعل مواقعات أنصى بغير رضاها في ظرفة البسيط العقوبة بين الإعدام والمؤبط طيب ده بالنسبة للاختصاب يبقى هو كده قضية الاختصاب هو أثبتت عليه الدليل أثبتت عليه أو ما أثبتش ده التحقيقات في حاوسة النيابة العامة اللي هي الجنة من نقطة بوزالك هي اللي ما تسهر عنه التحقيقات ولكن إن إحنا نقدر نقول له النهاردة طب وضع التفلة الموجودة دلوقتي اللي هي جودي بنتها عايزين نعرف الوضع القانوني إيه بالزبط جودي لما يتم أولا احنا في الشهر الإسلامية طبعا ما عارفين قاعدة الولاد للفراش طبعا ما فيش إثبات لابن الزنا وكانت العلمية تشريع السماوي ده اللي سد زرعة الزنا لكن ابن المختصبة ليست لأن الحديث شريف الولاد للفراش والعاهر للحجر المختصبة ليست عاهر المختصبة لم ترتجب هذا بإرادتها فكان الجناية عليها الوضع القانوني عندنا تجاهد فقرية ذهبت في الوقت الحديث ده أول حاجة حكم حكم حكمة استقناف أسرة شبين الكوم ده كان أول حكم قضاء الإثبات نسب ابن الزنا ابن الاختصاب الحكم ده كان وقاءه كان طفلة عندها 12 سنة في المستصفة عقبية قام ركوب شرطة باختصابها حرارة محضر بالواقع في النابة العامة زهر على عراض الحمل في الفترة دي توضعت حملها وقدين المتهم بثلاث سنوات سجن رفعت دعوة إثبات نسب أمام محكمة أسرة شبين الكوم جي الحكم الابتدائي برفض دعوة إثبات النسب عشان هي مختصبة عشان ما فيش فراش صحيح اللي هو السبب السبوت النسب الفراش الصحيح ناف شبين الكوم وبقى بسطر عبارات من النور رفعت الحكم الابتدائي وأثبت إثبات نسب الطفل لولده وجد حسيات الحكم قال لك إيبقى قال لك لما كان تكرر الطبيب الشرعي والتكرر الطبيب الشرعي والمعمل الجنائي قد أكد تطابق الحمد النووي مع الطفل مع والده ولما كان حكم المحكمة العسكرية هو عنوان الحقيقة وقد أدان المتهم مما يعد إقرارا عليه وجاء قانون الطفل في المدى الرابعة منه في الفقرة اتنين فتوسائل إثبات مينها الوسائل العلمية المشروع اللي هو بتحليل دي وهذا ما كانت تحافظة مستنات الأم بعد كده بقى الأفضل من ذلك والأقوى من ذلك فتوى أفتاها الشيخ علي جاد الحق 27 عشرة في 1980 الفتوى دي تكلمت في ابن الاختصاب وإثبات نسبه وتكلم في القعدة الشرعية التي مؤخوذة من الحديث والشريف لا ضرر ولا ضرار وعند تعارض مفسدتين أو ضررين نرى أقلوه مضرا ونرتكبه ففي إثبات نسبه ابن الاختصاب لا دلوقتي في القانون مصر فيه نسبه ابن الاختصاب وفيه أحكام سابقة في القضايا المصر لإثبات نسبه طيب خليني أركح لأمل أستي سيد أمل أنت ليس تنيتي سنة ونص عشان تبتدي تتحركي قضائيا وقانونيا تخطي حق ابنتك ليه عادت سنة ونص أنا معادت السنة ونص أنا أول معرفت اللي أنا حاملة أنا عملت المحضر على طول والمحضر فضل شغال لحد ما ولدت البنت قبل ما ولد البنت على طول المحضر اتحفظ وبعد ما ولدتها في شهر اتناشر الفين وتمانتاشر المحاملة بتاعي رفع قضية نسب والدعوة رفضت بعد جلساء بعد خمس جلساء طيب بس هو بعد كده حصل تحليل دي إن إيه للمتهم وتم القبض عليه أنا ده اللي أنا عرفه طبعا أنا وعد لما لقيت القضية فشلت في المحكمة وتحفظت وما فيش أي أوراق يعني بتثبت اللي أنا عايز أعمل التحليل أنا لجأت للإعلام طيب الوضع الحالي بقى بالنسبة لأمل يا أستاذ سيد يعني هو الوقت المتهم تم القبض عليه تم القبض عليه تم التحامل في النيابة العامة قلقها ومحبوس على ظلمة القضايا 15 يوم آخر تجديد لي كان 19 عشر وطبعا إحنا عارفين النيابة العام أصدر سريعا بضبطه إحضار المتهم بعد ظهور أمل في وسائل الأعلام تماما يعني برضو ظهورك في وسائل الأعلام يا أمل كان ليه دور كبير جدا جدا في إحضار المتهم وضبطه أن أنت تاخدي حقك طيب حاليا هو في الحبس يعني حاليا النيابة العامة بتكون متبشر وتحققات معه أنا عايزة جزئة مهمة جدا حضرتك نتحدد بداة في أثناء النيابة العام صدر فقرين أول قرار في 12 سبعة بضبط المتهم وأخذ عائلة البصمة اللي أرصي منه مطبقتها بالأم والبنت عمل تحليل دي إيه ده ده في 12 سبعة ده أول قرار النيابة العام وأثناء ضبطه وأثناء عرضه على النيابة العامة واستجوابه وأخذ أكواله ساعة ألف عبغرات غريبة جدا قالك أنا لا تربطنا أي علاقة بالمجنة عليها والدتها كانت بتوصينا عليه ده كان نص كلامه واستجوابه في النيابة العامة لما بعد كده ظهر تحليل نتيجة النيابة العامة وتصابت تطابق الأحمد النوية للطفلة والأم وأن الطفلة هو المتهم هو والدها جي هنا بقى وأنا شايفها جريمة أخرى جريمة أكبر تعانى في شرف وإلى كانت تربطنا بقى عليك غير مشروع هو طبعا بيحاول يبرق نفسه هو طبعا تناقض أكوال المتهم لكن القانون هل بعد تحليل دي تساندت وترابطت أدلة اللي التامع المتهم من شهادة شهود ودليل المفنين أن الطفلة بنته طيب هو حاليا الطفلة خلاص تم نسبها ليه لا الطفلة لما تنتهي النيابة العامة من تحقيقات وتثبت وقت الاختصاب في الوقت ده نقدر نسبة نسبة الطفلة ليه لكن تحليل دي يعني الغير دلوقتي لم يتم إثبات نسب البنت ليه رغم أنه هو عمل تحليل دي إن إيه والتحليل أثبت إن هو والدها ده بقى النيابة العامة بتحقق في الشك الجنائي لكن الشك المرتبط بإثبات النسب ده محكمة الأسر اللي تقضي فيه ولكن عندما يتم أحالة الدعوة مما النيابة العامة إلى محكمة الجنات بتومت الاختصاب طيب أمل يعني أنت لحد دلوقتي مش قادرة تطلعها لبنتك شهادة ملد ومش قادرة يتثبتي نسبها للأب الحقيقي من نقاش صبعا في الموضوعنا النهاردة موضوع حلقيتنا هو يعني مناقشة موضوع الولد للفراش وللعاهر الحجر فطبعا إحنا عايزين نعرف يعني إنت أمنيتك إيه عشان كامل نقاش في الموضوع ده أنا واحدة مجنية عليها ومعملتش حاجة بيراتي اللي أنا أتحاسب على حاجة أنا ما عملتهاش وأنا حياتي تدمرت أنا بالي سنتين ونص حياتي من توقف على كل حاجة القضية دي دمرتني واللي حصل لي ده دمر مستقبلي ودمرني ودمر أهلي ودمرنا كلنا فأنا دلوقتي يعني كل اللي بطلبه إن البنتي تعمل لها شهادة الميلاد لأنها هي بتكبر وأنا عايزة شهادة ميلادها لأنها يعني لما أقدر أدخلها حضوانة دخلها مدرسة لازم لازم شهادة الميلاد آه طبعا ده حقها ده حقها وحق أنا شخصيا اللي أنا يعني تدمر أنا اتدمرت ويعني أنا وصرت المرحلة دي يعني بعد معاناة نصي عمل إحنا في بلدنا قانون آه وإن شاء الله يعني هتقدر يتخذي حقك آه وبنتك إن شاء الله هتنسب للأب الحقيقي وإن شاء الله هتخذي حقك وحق بنتك إحنا النهاردة موجودين علشان نناقش الموضوع ده هنكمل نقاشنا في الموضوع ده آه مع ضيوفنا اللي هنورونا في الستوديو دلوقتي النسب زي ما تابعنا في فقرتنا اللي فاتت حالة أمل عبد الحميد اللي أنصفها تحليل دي إن إيه وأثبت نسب بنتها جودي لأبوها بس فيه زي أمل ألاف من الحالات اللي عندها نفس الأمل لكن المشكلة إن فيه خلاف حوالين بنود القانون نفسه فيه محاميين شايفين إن القانون يكفي لإثبات النسب وفيه محاميين تانين بيطلبوا بالتعديل وتسريع الإجراءات والمشكلة الأكبر هي القعدة الولد للفراش واللي بيحصل بسببها أزمة كبيرة خصوصا في قضايا الاختصاب خلونا نقرب من الملف ده والنقشه مع ضيوفنا اللي منورنا النهار ده أستاذ أحمد مهران أهلا المتخصص وقضايا الأسرة أهلا أستاذ أمه أبو بكر المحامية أهلا 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 بحضرتك أستاذ أمه أنا هبتدي من حضرتك فضل إحنا كان معنا حالة قبل ما نكون معاك ودلوقتي الحالة دي تم اختصابها وفيه بنت وهي مش قادرة تثبت نسبها رغم من التحليل دي إن إيه أثبت إن اللي اختصابها هو فعلا ولد زي الطفلة هل في فرق بين قضايا إثبات النسب في حالة الاختصاب عن حالات الزنة يعني عايزين نفهم يعني إيه الفرق الأزمة الحقيقية في حالات إثبات النسب إنه القعدة الشرعية أو الفقهية المستند عليها القانون بتقول أن الطفل اللي الفراش إذن إيه هو الفراش الفراش هو العقد الزوجية الصحيح ده التفسير بتاع الفراش وبالتالي إحنا عندنا أزمة كبيرة ليه علاقة بإنه أطفال السفاح لا ينصبون أطفال الزنة لا ينصبون فالحالة اللي زي أمل ما بتتنسبش برغم إن إحنا عارفين مين الأب عن طريق قعدة الدييني كمان في حالة كانت موجودة الفترة الأخيرة يعني وعملة ضجة أعلامية كبيرة إنه فيه أب ادعاء إنه هو اكتشف إن أبناءه آه طبعا الثلاثة مش ولاده وإن أبناءه الثلاثة عن طريق تحليل دي إنه إيه عارف إنه هما مش ولاده ومع ذلك هما انصبوا لي ورفضت دعوة آه وكان عايز ينكر نسابهم بعد احتشر سنة بزة طريقة دا الدعوة إنقار النسب تحت زاية القعدة وزاية ونفس القانون ففي الحقيقة هنا إيه الأولى للمجتمع وإيه الأولى لقعدة العدالة إنه فيه طفل يبقى معروف مين أبوه فينسب إليه عن طريق حاجة ربنا سبحانه وتعالى إدهانا وهي العلم ما بين الناس بدي إن إيه دا إيه ما هو علم اللي ربنا سبحانه وتعالى إدهانا أو اللي خلى الإنسان خاصة إنه فيه تحليل علمي طبعا يعني يعتبر بالدليل القاطع 100% طبعا فيه قعدة علمية جديدة يجب أن نستند عليها إذن من هذا المنطلق فيه القعدة الشرعية اللي بتقول إنه حينما تكون مصلحة الناس ما شاء الله فهل مصلحة الطفل وقواعد العدالة ومصلحة المجتمع إن الطفل دا ينسب لأبوه مدام فيه قعدة علمية جديدة ولا إن احنا نفضل على قوانين يعني حديدك شايفة أن التحليل دي إنه كافي لإثبات النسب طبعا طب خلينا نروح لأستاذ أحمد أستاذ أحمد أهلا القعدة الفقرية اللي بتقول إن الولد للفراش وللعاهر حضر هل من العدالة إن العلم يثبت إن فيه أب للأولاد ونسبته يعني يبقى نسب الأولاد لأبو تاني يورسوا ياخدوا حقهم كاملة منه وهو مش أبوهم أنا ما رفش أنتوا بتجيبوا الكلام دا منين الكلام دا ملوش أصلا علاقة بالواقع خليني بس أقولك إن ما ينفعش أبدا إن إحنا نقيس حالة الراجل اللي أنكر نسب ولاده التلاتة على حالة أمل دا قياس مع الفرق المحكمة لما رفضت دعوة إنكر النسب للراجل دا كان حفاظا على الأبناء لأنهم في أصحاب مراكز قانونية مستقرة بقالهم سنين ما ينفعش ندمر حياتهم فلسلامة الولاد دول المحكمة أنكرت النسب رفضت دعوة أنكر النسب لكن حالة أمل الوضع مختلف البعض بيتخيل إن اللجوء اللي يديه إن إيه هو الحل الأمثل هو الحل السحري اللي ممكن ينهي كل المشاكل بالعكس دا احنا بنصعبها بنصعبها على الست وبنصعبها على الأطفال لما بنحاول نقول إن دي إن إيه هو الحل الوحيد أو الحل الأفضل للوصول لحققهم بالعكس دا الشرع سهل قال بمناسبة القعدة الفقهية والحديث أن الولد للفراش تفسير كلمة الفراش في الفقه الإسلامي وفي مذاكرة الأعمال التحضرية لا طبعا مذاكرة مذاكرة الأعمال التحضرية للمادة 17 قانون 1 لسنة 2000 بتقول إن الولد للفراش لها عدة تفسيرات يأتي بالفراش وبالإقرار وبشهادة الشهود وبالبينة وآخر حاجة بالدليل الطبي دا أبعد دليل دا مجرد إن هي تقول إن أنا كنت على علاقة به ويشهد على دا مستند شهادة شهود ناس يقولوا أنت عارفة يقولك من دون الحاجات اللي تسبت دا السمع الناس شايفين فلان وفلانة دول عايشين مع بعض في بيت واحد وهم مش متجوزين إنما المشاع عنهم في المنطقة وفي المكان إن دي مراته وهي مش مراته تخلف منه يبقى ابنه إحنا كنا شوفنا قضية الفنانة والفنان الشهير اللي كان بينهم القضية ورفض يعمل تحليل ديني إيه والمحكمة مع ذلك قضت بإن الأولاد ولاده يبقى مش ديني إيه اللي بيقول إن دينه ولاده لا إحنا عندنا أدلة كتير جدا منها البيانة والإقار والشهود دا لو عنده ورقة مكتوبة بينه وبينها إن هم كانوا مع بعض في الليلة بقيتين في قتيل معين يعني رأي حضرتك إن الإشهار أو السمع أهم من التحليل العلمي ديني إيه لإثبات النسب التحليل العلمي والتحليل ديني إيه دا أصعب حل وآخر حل ممكن نلجأ له الناس متخلق أنا بيجي لي ناس يقول لي إيه أنا بصراحة شريك في مرات يوفي سلكها شفتها بتكلم واحد على الواتس وأنا عايز أرفع دعوة وإنكر نسب للولد اللي هي خلفته أقول له ما له حبيبي نعمل وعايز أعمل تحليل ديني إيه أقوله تمام دا زي الفل بس أنت عارف مين اللي هيدفع تمام تحليل ديني إيه يقول لي المحكمة هتطلبه وتحولنا للتحليل أقول له أه حضرتك اللي هيطلب التحليل هيسدد الأمان المحكمة هتحيله والخبر هيدفع تمام التحليل 15 ألف جنيه ما أنا بقول لي دا بيحصل في فلوس قصة إن أب يبقى عارف دول ولا دول لا خلينا نسمع رأي أستاذة بتستخدم بها استخدم خاطر للإضرار بالزوجة عايز يضيع حقوقها فيقوم يبتهمها اتهام باطل يعني أن طبعا عندي تعقيب على كلام أستاذ أحمد إن هو بيقول إنه طبعا كل اللي قاله صحيح فيما يتعالج بفكرة إثبات النسب للطفل لكن هل يثبت النسب دون إثبات علاقة الزوجية؟ دي حاجة مهمة جدا آه طبعا دون إثبات علاقة الزوجية لحظة بعلاقة الزوجية كمان أنا ممكن إثبتها بكافة الطرور أنت عارفة أن القانون الأحوالي شخصها لا أنا عارفة أنا عارفة لا تسمع دعوة الزوجية إلا إذا كان في عقد جواز إنما الطلاق وإذن الخلع تسمع والنفق أهو ما فيش جواز ومع ذلك تسمع طبعا طبعا ده حقيق صحيح أنا طبعا معاك في كل حضرتك تفضل يعني حضرتك كده مع إثبات الطفل حتى لو ما فيش أي علاقة شرعية بينهم إحنا عادينا يثبت عشان ده حق تفضل حتى لو علاقة زنة مثلا كده هو ده اللي إحنا بنتكلم بقى فيه إنه حق الطفل فيه حق المواطنة إنه ده مواطن يجب أن يكون له قصة وأوراق صبوتية والأفضل أن ينسب إلى أبيه هو ده اللي بنتكلم فيه وهق الطفل أهم من حقه حق أهم بالضبط الرجل والستة مش نهار من الطفل أهم أنا ما يهمنيش أبدا الرجل والسائل يعني الأب والأم مش قصتي لكن أنا قصتي كمجتمع مسؤول عن هذا الطفل إنه الطفل ليس ملكا للأسرة الطفل ملكا للمجتمع وبالتالي إحنا كمجتمع أصحاب مصلحة إن الطفل ينسب لأبويه يكون عنده أوراق صبوتية لأبويه هو ده اللي إحنا عايزين طيب ما عليش اسمحي لي أستاذا معها في النقطة دي وهناعرف رأيي برضو أستاذ أحمد يعني معنى كده لو واحد مثلا عمل علاقة مع واحدة بمقابل مثلا أو واحدة عايزة تورط واحد فعملت معه علاقة لطوريته يبقى كده هو يثبت إن الطفل ابنه ينسب ليه طبعا طبعا وزيرة العدل الفرنسية عملت رفع الدعوة ثبوت نسب وطلبت استدعاء ثمان أشخاص عشان يحللوا دي إني إيه هي مش متأكدة أني واحد فيهم هو أبو الطفل أبو البنت زهرة وزيرة العدل الفرنسية أنا مكلمك عن واقع وأخيرا صدر تحليل دي إني إيه بنسبة الطفلة دي لأحد الرجال الأعمال المشهورين في العالم إن هو ده أبو الطفلة وطلبت كم واحد يحللوا دي إني إيه تمانية هي بقى مأجورة عايزة تورط واحد ده مني ده مش موضوعنا بتاخد فلوس كل ده مش موضوعنا صحيح إنما إحنا عندنا طفل له حق تعالي بقى أنت جبت الطفل ده من مين مش عارف هو واحد من التمانية نجيب التمانية اللي هيقر فيهم يقول أيوة ده ابني خلاص اللي هي هتقول أنا متأكدة إن هو ده والشهود تقول إنه اختلى بيها خلاص إمتى نلجأ لدي إني إيه لما الأمور تبقى صعبة عليها وحقوق الطفل حتضيع فنلجأ لدي إني إيه ما يبقاش هو البداية ده النهاية عندنا أدلة كتير جدا انت الشرع يسهل على الست لكن اللي هتممكن تثبيتي ده بكل طور لا لا في وقت الإنقار لا في وقت الإنقار يعني أنا لو عندي حالة زي بتاعة أمل إيه الفايصل دي إني إيه لو عندي حالة زي لحدك اتكلمت فيها من شوية بتاعة الأب اللي هو اللي عنده طلت أطفال وحدك قلت إنه القضى أنصف الأبناء عشان خاطر مركز الملقانون اسمح لي أبوهم أولى بيهم أبوهم أولى بيهم مين هو أبوهم المفترض بقى نفصلهم عن الراجل اللي هو بنشيله اسمه بقالهم إذا كان هو مش عايز ونقعد ندور لهم على عرض مش عارفين هو عايش ولا مين إذا كان هو مش عايز بتقول لك أنا مش عارفة هو كمين كويس أبو يعني هنا يعني خلينا نقول إذا كأز أبوهم المعروف والفي دي إني إيه نقدر نسبت لي إنه دولة أبناءه هو الأولى بيهم ده اللي أنا بأتكلم فيه ده لو نقدر مش هنا بقى قعدة الطفل للفراش ما هنا إنت حدك بتنقض نفسك إذا ماشي قعدة الطفل للفراش مش هونسابه الأبو مش هي حتى لو موجود أنا أنا حوصلت لنتيجة اللي أنت عايزة توصل لها لا عايزة بس أكمل لا لحظة واحدة الزوجها بيشوك في سلوكة لا لحظة وبيقول إنه على علاقة بردالة كتير عايزة أكمل وإن ده بقى له سنين طويلة أنا راجل اللي حنحلل له دي إني إيه مش عارفين إذا الراجل إذا الراجل ده موجود إذا تم تحليل دي إني إيه وإذا أنصب الأولاد هو أولى ده إنت بقى ده بيحصل في حالة واحدة بس ده رقم واحد لما بيبقى إذا حالت زي أمل كتير هي عرفاه وقالت ده فلان يعني حضرتك القضية الأخيرة اللي كانت طبعا مصارف وسائل الإعلام كلها اللي هو الرجل اللي بعد 11 سنة من زواجه اكتشف إن زوجته المخالفة منه ثلاث أولاد إن الثلاثة مش ولاده أنا حنجيبه لهم أب منين بقى حسب ادعاء وحللوا دي إني إيه وطلع إنه هما مش ولاده طيب إنت حضرتك شايف إنه هما ينسابوا ليه ويورسوه طب حال ده من العدل رأي حضرتك في الموضوع دي أسه زمان لا أنا شايفة طبعا ده مش من العدل يعني أنا عايزة أعرف أنا شايفة ده مش من العدل لكن كمان شايفة إنه إحنا عندنا فكرة المصلحة الفضلة للطفل يعني طب ندور على إذا قدرنا نوصل للأرب إذا قدرنا نوصل للأرب فهو أولى بيهم طب الزوجة مش هايزة تقول اسمه يعني خلينا بقى نقول هنا إن الزوجة لابد إن يكون عليها عقاب هي بالفعل خدت العقاب اللي هو الثلاث سنوات أعتقد حبس اللي هو عقوبة الزنة طب أولادة تحرموا منها كده هي ثابت ولادة ودخلة السجن ما هو ده مش حل يا أستاذة مها بقى لا يعني زي يعني هي دخلة السجن دلوقتي ثابت الولاد يعني هي تعمل جريمة ومتخشش السجن لا ما هونا كده فعايز أرجع للنقطة الأولانية اللي علق عليها أستاذ أحمد اللي هي بتاعت إذا الشخصية دي مأجورة إذا دعرة تتعاقب طيب إحنا إذا في جريمة وهي القاعدة إن للعاهل الحجر لابد من العقاب طبعا لابد من طبعا مش هنقول الرجل محمد قانون الوضع الحديث حسب قانون الجناة وعاقب من ارتكب جريمة يعاقب طب الولاد خلينا بقى هنا نتكلم عايزين الولاد الولاد لابد إنه مصلحتهم الحقيقية إنه هم ينصبوا لأبوهم الفعلي طب إذا مش موجود الأب الفعلي ينصبوا للأب الموجود فبراي حددتك ما يكونوش بالأب طب لو الأب موجود بنقول الكلام وبيقول إحنا بننقد نفسنا إحنا من الأول لو أستاذا ما إحنا متفقين على إن قواعد العدلة تقتدي إن إحنا يروحوا لأبوهم طبعا طب إذا أبوهم مش موجود يبقى خليهم على الوضع اللي هم عليه طب إحنا مش عارفين مين أبوه وما هوش موجود وجلب المصالح جلب المصالح يا دكتورة يا أستاذ أحمد جلب المصالح قعدة الفقهية بتقول كده جلب المصالح مقدم على ضرق المفاسد إحنا عندنا مفسدة إن في ست وقعت في جرام زينة وجابت أطفال من سفاح دي مفسدة إنما حيترتب عليها وإحنا مش عارفين من اللي عمل المفسدة دي ومجهولة ومضى عليها سنين طويلة حيترتب على البحث عنها وإحنا ننقش فيها إن نضيع مستقبل ثلاث أطفال الثلاث أطفال أولى ولا ندور على اللي العشر سنين فاتوا أولى لا الثلاث أطفال ليبقى جلب المصالح مقدم على ضرق المفاسد وابناء عليه هندور على مصلحة الأطفال وده اللي عملته المحكمة المحكمة قالت كده في الحكم قالت الولاد دول أصحاب صفة وأصحاب مصالح والإضرار بمصلحتهم ومستقبلهم ومحياتهم إن إحنا ننكر نسابهم من الرجل ده ونندور لهم بقى على أب وابناء عليه المحكمة أقرت بثبوت نسابهم يورسوه تقولي لي ده قواعد العدالة أي وأقولك ده العدل ده العدل بنا لراجل وولاد وأطفال حيترموا في الشوارع مشان يعرف لهم مين أب ندور لهم بقى في الأحوال المدنية على شهادات ميلاد جديدة عشان يتنسبوا لأب وهمي مش موجود ويتعامل لهم شهاد ميلاد من الأول وجديد وشهاداتهم ومدرساتهم وحياتهم كل ده ينهار ويضيعوا في الشارع عشان ده طلع مش أبوهم مش الله عنه ما طلع أبوهم لكن هم يبقوا ليهم حياة ويعيشهم طيب أنا يعني اسمح لي أستاذ أحمد برضو في أكتر من نقطة برضو احنا يجب نفكر فيها أنا معاكن طبعا مصلحة الأولاد مهمة جدا لكن في نقطة الورث مثلا الولاد مش من حقهم اختلاط الأنساب يعني اختلاط الأنساب الميراث بس اختلاط الأنساب ده بنقوله في حالة إيه في حالة إن الست دي تكون بتختلط بأكتر من راجل فبنقول إحنا مش قادرين نحدد الطفل ده موجود من مين ففي اختلاط أنساب ولذلك الشارع الإسلامية حرمت على الست التعدد لكن ما حرمتوش على الراجل عشان ما يبقاش للستة أكتر من راجل فتخلف طفل تختلط الأنساب مش عارفين هو مين إنما احنا في حالة زي حالة أمل احنا عارفين مين مش محتاجين نطلب دي إيه محتاجين نوضح حقيقة الواقعة وثبوط العلاقة أو ثبوط إن اختل بيها أو ثبوط إن اعتدى عليها وقت الجريمة خلاص الموضوع انتهى أحيانا بنضطر لده كنوع من التأكيد أو إذا عدمت لدينا كل وسائل الإثبات لكنه مش الحاجة الأولى الحالة بقى بتاعت الراجل اللي عنده ثلاثة ولاد دي حالة مختلفة تماما المصلحة فيها للولاد المحكمة فيها دورت على مصلحة الأطفال طيب في حالة لو فيها علاقة عبيرة بين رجل وامرأة يعني اتنين في بينهم علاقة غير شرعية وهي حابة نية تتجوزه فقالت أحمل عشان تورطه آه عشان يجوزني حلو ما تجوزهاش رفض يتجوزه ومش عايز يعترف مش عايز يعترف بالطفل اه انت رأيك ايه بقى ده احنا عندنا حلول كتير قوي اه تاني اقولك كل الصفات وكل العيوب وكل الحاجات اللي ممكن تكون موجودة في الست دي أصدت وراته بتعمل كده بمزاجها بتعمل كده مأجورة هي ركلة ايا كان هي وصفها ايه ده ملوش علاقة بأن العلاقة ما بينهم أصفرت عن وجود طفل ده كائن جديد ولد على قيد الحياة له حقوق حقه في انه زمائه في زمائه يبقى له شهادة ميلاد وليه تطعيمات وحماية اجتماعية من الدولة طب افرق بكي الشهود استخدرتك قلت في الضيجة الفقرة محنا عندنا كتير اه حضرتك قلت من شوية ان لازم حد يشوفهم يبقى فيه الناس بصي بقى القاعدة الفقهية بتقول ولد للفراش والمقصود بقى ايه لا يشترط فيه ان يكون علاقة زوجية ايا كانت صفة العلاق اللي هو الولد للفراش مقصود بيها عقل الزواج مفيش شهادة الشهود مفيش السمع بوجود علاقة بينهم تكفي البينة تكفي الاقرار كل دي حاجات اخر حاجة نمرا ستة ايه طب هم لما الحكاية بسيطة جدا جدا ان انا اسفى عضايا النسب واحدة زي امل اللي كانت معايا من شوية لغاية دلوقتي مش حرفة تطلع على المنتاج شهادة من دلها تطلع موضوع عمل موضوع عمل اللي حصل فيه حضرتك مساحة للموضوع موضوع عمل بيشو حاجة بشكل مختلف حصل تلاعه في القضية بتاعت امل عشان ينكروا وقعة الاختصار لا يساق كتير مصارف المحاكم لا استاذ احنا شفنا قضية النسب بتاعت الفنانة اياها والراجل رفض يعمل تحليل دين ايه بس اثبتت لا لحظة واحدة ومع ذلك المحكمة قالت انهم لا يا ريس ماشي لان هي اقل لان هنا تثبت دعوة الزوجية بطور مختلفة لحدك اتكلمت فيها اللي هي المساكنة والمعيشة وانهم ما سافروا مع بعض وان هي جابة تشهود كل حاجات بتتكلم فيها دي حضرتك بتتكلم عن آآ علاقة الزوجية لا الذي ينتر عنها نسب لا ازاي لا ازاي لا ازاي لا ازاي يقصد بالفراش يا ريس يا استاذ اسمعيني بس الفراش الفراش هو علاقة الزوجية الصحيحة بس مراعاة ان احنا ما نذكرش اسماء نايس بغض النظر عقد مناسق للزواج سواء كان عقد عرفي او عقد رسم لا 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 يا استاذة لا او شاهدت الشهود او المساكنة او المعيشة او كل اللي اللي قاله استاذ احمد صح عندنا بنات بتتجول لكن كما يتعلق بايه بعلقة الزوجية اللي نتج عنها النسب يعني صح لكن مثلا لو هو اثبت لو هو اثبت يا استاذ احمد ان انا البنت دي كنت رايح حدتها فلوس زي ما قالت الدكتورة من شوية هل هتوقع هيثبت النسب حالة امل ايوا طبعا لا لا طبعا ايوا طبعا لا لا مش هي حالة امل اجيبلك قضية وحالة اجيبلك شو حالة امل حالة امل هيثبت فيها النسب لا طبعا يا استاذ امهل انت عارفة ايه اللي مأخر حالة مهل اه حالة امل انت عارفة ايه يا استاذ امهل ايه اللي مأخر ان وقعت اختصابها واعتداء عليها إلى الآن لم يتم إثباتها فاضطرت أن هي تلجأ للطريق الشرعي ومحكم الأسرة وتلجأ لإثبات النسب عشان ما عرفتش تثبت وقعة الاختصاب وإحنا سمعنا من أمل إزاي تم التلاعب في إثبات الواقع وإزاي تم تأخير محضر إثبات الواقع محمد لما هم عملوا لا يزاحم التطور الأخير إن هو مقبود عليه بالفعل يبقى إحنا الموضوع عشان نبقى كلامنا اللي ثبت إنه أب الحقيقي لكن مش الأرض الشرعي لا منه الاعتراف اللي هو بسموه بقى إلي أنا أطولك الاقرار الاعترف لا لا اعترف في تحقيقات النيابة وبعد كده ده هو قال إن هي على علاقة بي أما هو ده خلاص على علاقة بي مش اختصارك ما اعترفش بالاقتصار بغض النظر وجود علاقة الاقرار بإنهم كانوا مع بعض يديها الحق في إنها تطلبوا بإيه نسب الطفل اللي نتج عن العلاقة دي منه بس ده القانون كلام ده مش حقيق ده محترامي الناس اللي بتحاول تصور ده على إن ده مرتبط بالزواج بس أنا مختلف معاكي شكرا للأسف وصلنا لنهاية الفقرة بتاعتنا قضايا النسب كتير جدا ومشاكلها كتير عايزة كلمة أخيرة من أستاذ أحمد ومن أستاذ مهة ورأيهم يعني إيه للمفروض يحصل فترة الجاية عشان نحل المشكلة دي المشكلة دي حلها بالرجوع للدين والأخلاق والعادات والتقاليد اللي تربين عليها لو البنات بتحفظ على نفسها والأسرة بتتفهم ولادها وبناتها إزاي تحفظ على نفسها حيبقى فيه تغير كبير جدا في النوعية دي من الأضايا احنا كل يوم بنسمع عن النوعية دي من الأضايا والراجل كمان يا وساد طبعا التربية مش عايزين التحيز التربية الراجل كمان أيو يعني الوعز الديني والرجوع للأخلاق والدين أتصور ده حل كبير جدا للقضاء على هذه النوعية من الجرائم المسة بالأخلاق والشرف والعرض اللي بيترطب عليها انحلال داخل المجتمع وتحريض للولاد والبنات إن هم أقلدوا ده أتصور إن كمان سرعة إجراءات التقادي في التعامل مع النوعية دي من القضايا هيكون له حل جزري في القضاء على هذه النوعية من الجرائم أشكرك أستاذ أحمد أستاذ مهة الحقيقة إحنا محتاجين في القانون تعديل يتعلق باعتماد إنه الطفل يقول للأب مدامة أصبت ذلك دون جدل دي رجل تعديل واضح ما يكونش اجتهاد من قضاتنا العزام حتى إذا فيه أحكام فده بيكون اجتهاد من قضاتنا العزام بروح القانون اللي احنا عايزين نص واضح يلزم الأب والأم إن الطفل دوت إذا تم إثبات النسب يبقى ابنهم ده رقم واحد وطبعا أهمها أو يعني أسرعها على الإطلاق هي فكرة الفصل عن طريق دي إنه وهي القاعدة العلمية الأكثر ثقة الآن ده رقم واحد ده رقم اتنين عايزين فكرة التوعية اللي كلم معنا أستاذ أحمد اللي هي البيئة الحاضنة للقانون نوع بناتنا ونوع أولادنا بحقهم وحق الغير بشكر حضرتك أستاذة ماها بشكركم نورتوني كنتم معي النهاردة ديوفي اللي نوروني وصلنا نهاية فقرتنا هنطلع مع بعض دلوقتي فاصل وهنرجعوا معنا فقرة بروباجاندا ومعنا دكتور علاء اللويندي استشاري جراحة التجميل انتظرونا وارجعنا لكم تاني في استوديو بروباجاندا ودلوقتي معات فقرتنا بروباجاندا كلينك هنتكلم النهاردة عن واحدة من أكتر المشاكل اللي بتقابل ستات كتير في جمال عيونها أكيد العيون الجميلة ممكن تفقد جزء كبير من جمالها لو طلع حواليها تجعيد بس مع تقدم الطب وجراحات التجميل بقى سهل نتخلص من مشاكل تراخل الجفون أو تجعيد العيون هنتكلم عن كل ده مع ضفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو الدكتور علاء اللويندي استشاري جراحات التجميل منورنا يا دكتور ده نورك يا دكتور انت بتطلع مشكلة تراخل الجفون بالنسبة لأي ست هل لها سن ولا طبعا بقى يعني الظروف اللي بتعيشها الست أو اهتمامها بنفسها وصي هو الموضوع مراح يعني الموضوع مش بيجمال راحدة يعني هو القصة كلها طبعا مع تطور الطب بالوقتي وبقت الناس بتبدأ انها تلجأ الجراحين التجميل وده كاترة التجميل على طول من بدري ففكرة التراهل العنيف ما عادش بنشوفها كتير زي زمان يعني يا مجرد ما يبدأ يظهر شوية ترطوش صغيرة زي رجل غراب اللي حوالي العينين أو الكلام ده كله شوية تجعيد بسيطة في الجفن اللي تحت بنبدأ نعمل بوتوكس وساعات الفيلر فالموضوع بيتحسن بشكل كبير لكن خينا نتكلم بقى لو قريدي حصل تراهل خينا لو أسلم الموضوع بس هو رجل الغراب الأول يا دكتور أنا بشوف رجل الغراب دي حتى مع بنات صغيرين ما هي عشان كده البصي يعني فيه بنات في العشينات الإشاعات اللي بنتعرض لها بشكل يومي التليفزيون والموبايل طبعا الموبايل بقى شكل استعماله بشكل عنيف جدا حرارة الشمس الجو الصهد نفسه معادش زي زمان الموضوع بقى الوقتي الجو فعلا بقى حر مع عدم برضو استعمال المرتبات مع وقيات الشمس الكلام ده كله معادش فيه اهتمام بالبشرة بشكل كويس فبدأ الموضوع يبان من بدري وبرضو بدأت الناس تلجأ الموضوع للدكاترة التجميل من بدري قوي فلو جاء الكلام عن رجل الغراب اللي هو بيظهر في العشرينات الوقت يعني أنا ساعد بشوف بنات فلاشينات حقيقة كتر الاكسبراشنز والفاشي الاكسبراشنز التعابيرات الوش دايما بتأثر تماما مع الموضوع فكتر استعمال الحاجة بيخليها تكسر زي ما انت لابساش ما يزبت لابسها فترة طويلة فبدأ يحصل فيه كسر هي نفس فكرة الجلد فالقصة دي حلها بقى بالبوتوكس والبلازما والميدي السيرابي حتى للبنات الفلاشين اه طبعا يعني بيش اي موانع اطلاقا بس احنا بنسمع يا دكتور ان البوتوكس لما يعني بنقطر استخدامه ايوه ما بيبقاش فيه يعني تأثر يعني بيبتدي الايفكت بتاعه يقل بالنسبة لل اللي تستخدمه الايفكت قل دي بفكرة مش منطقية ومش صح مش حقيقة ودايما اللي بنتكلم فيه دايما الناس بتيجي تبخايفة اول ما تقولي لها بوتوكس لأنا مش عايزة لما البوتوكس تأثيره يروح ارجع اسوأ من الاول ودي مهم ان احنا نعرف الناس فيها لأه مش هارجع اسوأ من الاول اطلاق ان هو الموضوع كله له وقت معين ستة شهور تسعة شهور وبنرجع زي الاول تاني بل بالعكس ممكن نكون بنرجع احسن من مرحلة الاول فتكرار الموضوع لأ مالوش تأثير على حاجة ومالوش انه فعاليته بتقل وكلام ده كله لأ ما بيحصل اكيد بقى الاستجابة كمان البوتوكس في سن سوية الاستجابة في سن كبير اكيد وده طبعا الجراح بيقى مقيم ووضعه كويس ويعرف الجرعة اللي هيديها لان كل جرعة بتختلف حسب النتيجة لانها زوصلها يعني ممكن كمان يتدوز نفسها يعني جرعة تقل مثلا مع البنت الصغيرة تاخد مثلا ما تاخدش امبول كامل لا هي على حسب لا هي مش فكرة امبول كامل هي بليونتس بالوحدات مش فكرة امبول او مش امبول هي القصة كلها بالوحدات لان فيه بنات فعلا بتعاني هما الوقت شايفيننا البنات دود يعني في الحتة دي فيه بنات بتعاني وفي ذات الكسر الصغيرة اللي تحت الجلد مع ناصفاية من دال بقى مع اكل الجهز الكتير مع الحاجات الفاست فود والحاجات اللي هي فيها مواد حافظة كتير النظام الغذائي الحياتي نفسه بقى مختلف يعني الحاجات الخضر ما عادش بتاكل كتير الفاست فود بقى اكتر حاجة في حياتنا المشربات الغذائية بقت اكتر كتير المكياج كتير برضو بيأثر على بيجهد البشرة بيزهر التجعيد اكتر يعني ده اكيد من الحاجات تكرار المكياج وهي معاش بتتقبل نفسها من غير ميكاب يعني هي القصة كلها ان هي مشكلة المكياج ان هو بقى يعني حق تصدف حياتها ماشي هينفع اخرج من غير محط ميكاب ماشي هينفع اخرج من غير محط كونسيرر تحت عيني فالقصة كلها احنا بنحاول دايما كتاكتر التجميل نحن نعالج المشكلة مش ندريها فلو جينا نقول على الموضوع البوتوكس الموضوع البوتوكس حله سهل جدا وبتعمل في دقيقة او دياتين بالكتير الموضوع مش مؤلي مطلاقا طب انا عملت بوتوكس او شفت واحدة صحابيتي عملت بوتوكس ملامح والشهاد غيرت او تعبيرات والشهاد غيرت اه يا دي مشكلة بيعني منها ناس كتير بتعمل البوتوكس ملامحهم بتتغير عادم اختيار الجرعة بشكل مناسب مش عيب البوتوكس يعني ان كنت انا عايزة اوصل رسالة في حاجة ان كان في عندي مشكلة من اجراء انا عملته صدقوني المشكلة مش في الاجراء اطلاق مشكلة في اللي عمله يعني مش معنا انا جبت حيطة لحمة وحد بوظهالي فالعيب كانت في اللحمة العيب في اللع تبخ اللي بيتبخ اللي تبخ بالظبط يعني اذا بنقول انه ممكن ده بيكون الدكتور مش محترف يعني بصي هو الموضوع نفسه انا بشوفه دايما عندي في العيادة موضوع شائق قوي انك انت ازاي تشيل التجعيد من غير متأثرة على علامات التعبير ولو حد قبل كده جرب مرة واثنين عندي سين اوساط من الناس من الدكاترة وخلاله يحصل شلال كامل في علامات التعبير وهو المشكلة ان الست بتبقى فاهمة ان ده الصح تجيلي دي تقولي انا بارفع بارفع حواجبي وبكشر واعمل كل حاجة بس ما فيش تجعيد هو كده غلط لا هو كده مش الغلط هو الصح وزبطة الجرعة كويس انك ازاي تزبط الجرعة تشيل تجعيد من غير ما تأثر تماما لتعبيرات الوش هي دي المعادلة اللي محتاجة ان كل الدكتور يبعارف كويس وهو بيحساب موضوع مش باي لك خلص فهي بداية من البوتوكس والميزي السيرابي والبلازمة التجعيد البسيطة او الفايل لاينز اللي تحت الجلد بعض الجلسات زي الحايفو والكلام ده كله بتحسن الدنيا شوية بس لو جينا نتكلم عن تراهل الجفون لو قسمنا الموضوع كزا مشكلة عندنا تلت مشاكل في موضوع تراهل الجفون اما مشكلة في الجلد تراهل الجفون طبعا بيبقى مرتبط شوية يعني بكل الست يعني في مرحلة قضمت شوية او الحالة ورسائية عندها ضعف في عضلات اللي حاولنا العين العضل القابضة للعين عندها ضعف فيها فبالتالي بيحتل تراهل في الجفن فلو جينا نقول مشكلة جلد بس جلد زايد فحصل انه هو لو نتكلم عن الجفن اللي فوق ان الجلد نفسه قلب او بقى نازل على الكسرة بتاعت العين فبقى شكله اكبر بيبقى من هنا حتى اياه بتبقى يعني نازل على عينها مش بقى التبويف ده بشكل كويس فبالتالي الجلد زاد او مشكلة ان فيه عندنا كياس دهنية او دهون فوق العين او تحت العين لو جاينا نتكلم عن الموضوع لا استنى يا دكتور احنا عايزين نتفهمها بقى يعني فيه فرق بين الجلد لما يكون هنا الجلد كتير ونازل مغطي على العين ده تراهل في الجلد وفيه شكل بيبقى الجلد وفيه جيوب صغيرة او العين نفسها ده غير الجيوب اللي بتبقى هنا او اللي تحت في الجيوب بتبقى زي جيوب تحت كده في جيوب تحت بتديره احساس كيس كده تحت العين تحت العين لان الحتة دي لو جاينا نتكلم من تحت العين عندنا تلت كياس دهنية موجودة طب يعني احنا عايزين نعرف حلاج الاول اللي فوق بعدين ننزل على اللي تحت هي فكرة تلت مشاكل اللي في جيفن العين سواء اللي فوق او لتحت اما زيادة في الجلد او تراكم دهون او زيادة في الجلد مع تراكم دهون طيب طيب لو زيادة في الجلد عندنا two option اول option حاجة اسمها البلازماج وجهاز ليزر بيبدأ انه يخلي الجلد يكش ودي جلسات بتاخد وقت شوية بس نتائجة حلوة بس ليها لمت في التعامل ما جيش واحدة عندها تراه العنيف في الجلد وتقول انه هعمل بلازماج الحاجة التانية لو انا عندي كياس دهنية ممكن نقل بالعين نفسها نقل بالجفن العين ونشيل الكياس دهنية بدا ما عنديش تراهر هي بتبقى من جوة من جوة تحت عضلة القابضة بتاع العين فممكن نقل بالجفن من جوة وابدأ اشيل الكياس من غير اي جروح خالص يعني اجراء جراحي اه اجراء جراحي بسيط ببنج موضعي تماما بس بسيط تماما شكل بنج واحدة وبنشتغل شكل بنج في الجفن نفسه طيب طيب لو انا عندي المشكلة ودي دايما القاعدة العامة الكتير انه بيبقى عندي مشكلة في الجلد ومشكلة كمان في الجيب الدهني فمحتاجين ان احنا نشد الجلد وكمان نشيل الجيب الدهني ده فساعتها بنبقى جرح صغير لو احنا نتكلم على فوق العين بيبقى جرح في تانية الجفن نفسه من جوة فالجرح مستحيل من جوة اللو انا فاتح عيني الجفن مقلوب جرح صغير كده بنشد الجلد الزايد وكمان بنشيل الكاس الدهنية الزايدة عندنا وبنعمل عادة تأهيل لعضوات القابضة بتاعت العين عشان العين تتشد تاني فيرجع ان احنا نزبط روشنا تاني وساعتها بنشيل الكاس الدهنية وبنقفل الدنيا بخربوش صغير مستحيل انه يبان بعد كده بأي حال من الاحية لانه في القصرة اللي جوة هنا الجرح بيبقى في القصرة اللي جوة لو جاء نتكلم عن الجفن اللي تحت الجفن اللي تحت بيأثر على مستوين مستوى العين ومستوى النص بتاع الخد نفسه يعني لما تلاقي الناس عندها جيوب بتاعت العين دي بتلاقي الخد نزل بتشاوه المنظر الاولين هي اللوك الاولين بس هو العين والمنخير والبق هما التلات حاجات دول هما اللوك الاولين طب بس ببه ايه دكتور جيوب اللي تحت العين هل هو فعلا قلة النوم هل فعلا مدرهاب بش عارت سيئة شرب كافيين كتير شعيه وقهوة وحاجات كده ان انا بصهر كتير ما باكلش حاجات خضرة كتير موضوع وراسي شوية عندنا في العيلة زيارة كوليسترول في الدم مع الاكل الفاست فود والاكل الحاجات المحمر والمشمر والحاجات دي كلها فدي كلها بتأثر معانا على الموضوع التراكم الدهني مرتبط بسن اطلاقا فيه ناس عندها عشرين وخمسة وعشرين وتلاتين سنة عندهم تراكم دهون وجلد زيادة القصة كلها ان لما انا بعمل ده لو ما يبقى عندي المشكلتين وبتعامل معك جراح احنا بتعامل مع خربوش صوبية بتاحت خط الرمش بيشد التلت اللي في النص بتاع الوش كله احنا بنسميه حاجة صغيرة كده بنشد الوش بنشد الجفن وبنشد الجيوب اللي تحت العين وبنرفع الخد فبنداري الموضوع ده ده ممتاز جدا ده كده تلاتة في واحد بالزبط فالنتيجة بتاعته بتبقى حلو قوي الجرح بتاعه بيبقى لا يرى اطلاق على خط الرمش على خط الرمش بالزبط يعني بسيق تقريبا نص ملي من الرمش وبفتح والموضوع بيتام ببنج موضعي الموضوع بياخد نص ساعة وبتراح على طول ما عنديش اي حاجة وما عنديش اي محازيل وبتخرج شغلها عادي تماما ما عنديش مشاكل يعني منج موضعي وبتخرج عادي نضارة شمس بس لا فيه شوية زرقان وكده تحت نضارة الشمس تحت نضارة الشمس ما ببنش تيجي بعد اسبوعين الموضوع خلص وانه ما فيش في منهم مشاكل بس بتحس ان فيه عشرة خمسشرة سنة رجعوا الورا من شكل الوش من شدة الوش من لزالة الجيوب اللي تحت العين الموضوع بتحسن جدا القصة كلها بقى ان حرفانت الجراح في ان هو يحاول يعمل كذا حاجة مع بعض ان انا اعيد تأهيل عضوات العين نفسها ان انا اشير الجيوب دي ان انا اشد الحتة بتاعت النيزوليبيا دي معايا اي واحد ستتحس ان عن ده تراهل ده لو جربت كده انها هتشد الجفن وترفعه الفوق هتحس الوشها كله تحسن الموضوع كله يعني وبتصغل في السن كمان يعني الجزء ده فعلا لما بيتشد لو تشد الفوق كده بتحس انه لانه طبيعة الوش لازم يكون مسلس المسلس قاعدته الفوق مش العكس دايما لو تلاحظي كده كلما الناس تكبر بس لسان وبتبقى اكتر حتتين عليين هم دول اكتر حتتين عليين هم دول ومنفروض ان اكتر حتتين عليين يبودول العدمتين دول المسلس يبقى مقلوب ده في سن الشباب ولو تلاحظي اي حد في سن الشباب بتلاقي المسلس كده لكن لما بيكبر بتبدأ ان دي الخدوة بتنزل وكمان دي يحصل تراهل والجفن بيقلب لتحت انتو بتحولوا بقى ترجعوا المسلس زي ما كان بالزبط بالزبط بتشدوا من هنا وبتشيل الجيوب يبقى علاج للتراهل ومن غير اي قلق من اي اي نتيجة عكسية ومن غير اي قلق من اي شكل جرحي بيبان انا مش هعمل جرح في وشي ويبان لا خالص ما بيبانش اطلاقا انه بتعمل فعلا بحرفاج دي ده في الحتة دي بغير من اي مشاكل خاص طيب دكتور لو ست بتشتغل هتقدر تمارس حمالها وتروح وتيجي ولا الناس هتعرف لا نضارة شمس اه هي طبعا لو قلعت النضارة في حتة دي الزرقة وفيها كدامات بس لو لا نضارة شمس حتى في شغلها عادي خلص مش هاي مشاكلة يعني كده احنا نقدر نقول ان العلاج الجراحي دلوقتي بقى لأي مشكلة خاصة بلايون سواء كان التجعيد او مش هو اول حال مش هو اول حال قبل ما نتكلمنا قبل ما نتكلم في الجراحة اتكلمنا في البلازما اتكلمنا في الحاجات الماينورز لو الموضوع بسيط لكن لو الموضوع عدى والجراح قرر انه عدى بلاش نقع نصرف فلوس كتير في حاجات ما نش هتجيبنا على نتيجة طبعا الحالة بالضبط وكل الاجهزة دي متوفرة طبعا في حياتة حضرتها وفي حياتة جراحة كل ده موجود عند كل جراحة نتجميل الحقيقة كده مشكلة كبيرة جدا عند سيدات كتير وعند بنات كمان كتير اه هي مشكلة انها فعلا بتبين ان في مشكلة في الوش الحياتة تريبة تبقى فعلا شكلها اكبر من لسان بالذات اي تجعيلة في الحياتة تريبة تبين بنشكر حضرتك يا دكتور استفدنا جدا بلقاءنا معك النهاردة اه وصلنا لنهاية حلقتنا مع وعد بلقاء جديد يوم الاربعاء القادم الساعة الخامسة وبروبجاندا جديدة الى اللقاء